للمزيد من المعلومات حول زيارة الأمين العام للأمم المتحدة المنتخب حديثا أنتونيو جوتيريس إلى الصين ينضم إلينا اليوم في الأستوديو الأستاذ شيلين الخبير الخاص بقناة CCTV العربية أستاذ شيلين تواجه وكالات الأمم المتحدة بأعدادها المتنوعة حاليا آليات لإصلاحها ما هي التحديات التي قد تواجه هذه المنظمة الأممية وما هي آفاقها في ظل هذه الإصلاحات وفي ظل الأوضاع الدولية الرهنة أولا توجد قوة محركة والضغط لإصلاح الأمم المتحدة على حد السواء والإصلاح الضروري أيضا أن تغيرات الأوضاع الدولية وقوة الدولية أنصر همة يدفع إصلاح الأمم المتحدة كذلك إصلاح الأمم المتحدة حاجة لبقاء وتنمية الأمم المتحدة نفسها من جهة أخرى بنسبة للأمم المتحدة هذه المنظمة الدولية الضخمة يعد الإصلاح معقد وبطيع ولا يمكن تطبيق إلا تلك المشاريع الإصلاحية التي تتلقى دعم لمعظم دول العاضاء وبعد تفكير مضني وفيما يخص مسألة إصلاح مجلس الأمن الدولي يعد الخلاف أشد فمنذ سنوات كانت كل الدورة لجمعية العمل للأمم المتحدة تناقش مسألة إصلاح مجلس الأمن الدولي ولكن توصيع عضوية المجلس الأمن الدولي وزيادة دول دائمة العضوية به وحقا فيتو يتعلق بمصالح أطراف المختلفة فيعد الخلاف كبير لذلك لم يحقق الإصلاح حتى الآن أي تقدم ملموس ومن المتوقع أن يدفع الأمين عام الجديد للأمم المتحدة ويحرك بعد عدد من مشاريع الإصلاحية في الأمم المتحدة بما فيها إصلاح مجلس الأمن الدولي وصين بصفتها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي يتحل بتأثير هامة في إصلاح أمم المتحدة فتدعم صين إجراء إصلاح لازم ومناسب في مجلس الأمن الدولي وشاركت في نقاشات المعانية بموقف البناء وإيجابي لم تحدثنا عن آفاق هذه الإصلاحات يعني بعد إصلاح المنظمة ما هي الآفاق في ظل هذه الأوضاع الدولية التي نعيشها اليوم؟ نعم تحدثت أن الإصلاح سيكون بطية وتدريجية لأن الخلاف كبير يتعلق بمصالح الأطراف المعانية فلن نتصور أن الإصلاح في أمم المتحدة وخاصة في مجلس الأمن الدولي سهل ويحقق تقدم الموسخ إلى الفترة وجهة أنت تحدثت عن الصين وعن دورها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي وعن أيضا دفعها نحو إصلاح مجلس الأمن الدولي ما هو الدور الذي تلعبه الصين ككل في عملية تطوير الأمم المتحدة وليس مجلس الأمن فقط؟ ظلت الصين قوة بناءة لنظام الدولي ففي إبريل عام 1945 وضعت الولايات المتحدة وبريطانيا وسوفيات السابقة والصين معا ميساق الأمم المتحدة وبدأ سرايان مفعوله في أكتوبر ذلك العام وبالتالي تأسست الأمم المتحدة بشكل رسمي وأصبحت بالتالي الصين دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وبعد استعادة المقعد الشرعي لصين الجديدة في الأمم المتحدة في أكتوبر عام 1971 ظلت صين تحافظ على الأهداف والمبادئ الواردة في ميساق الأمم المتحدة وتحافظ على النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية ومنذ عام 1992 شاركت الصين بنشاط عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة فمن بين دول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي تعد الصين ترسل أكبر عدد من رجال حفظ السلام وحتى الآن قد شاركت أكثر من 30 ألف سيني في 29 عملية لحفظ السلام في الأمم المتحدة ومن بينهم استشهد 17 عسكري سيني في عمليات حفظ السلام وفيما يخص نفقات حفظ السلام ستتحمل الصين خلال فترة ما بين عامين 2016 إلى 2018 ستتحمل الصين 10.2% من نفقات حفظ السلام وليتحتل مرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة فقط وكذلك تشارك الصين بنشاط في إغاثات كوارث دولية ومسعدات الإنسانية منذ عام 2003 خاصة في مناطق المنقوبة بزلازل في الجزائر وإيران وإندونيسيا وباكستان وحيتي ونيوزيلاندا واليابان ونيبال على التوالي كما تطبق الصين على أنحاء العالم إغاثات التبية خاصة في مناطق المنقوبة بالوباء في أفريقيا مثل وباء إيبولا في غرب أفريقيا في دول غرب أفريقيا وتعد الصين أيضا من أكثر الدول ترسل مساعدات التبية ومواد التبية إلى أفريقيا ووضعت الأمم المتحدة في عام 2000 أحداث ألفية تموية للأمم المتحدة فمنذ 15 عاما تطبق الصين بنشاط تحقيق تلك الأحداث وحققت تقليل نصف عدد سكان الفقراء في الصين وذلك وارد في أحداث ألفية التنموية للأمم المتحدة لتصبح النموذج لتطبيق مساعدة الفقراء في صحة دولية ومنذ 60 عاما تشارك صين أيضا بنشاط في تعاون التنموي الدولي وأرسلت نحو 400 مليار يوان سيني إلى 166 دولة أو منظمة دولية وأرسلت أكثر من 600 ألف من رجال المساعدة وأستشهد منهم أكثر من 700 سيني من أجل تنمية دول أخرى أخيرا في نفس الوقت تساعد أو تقدم سيني مساعدة بقدر الإمكان لأكثر من 120 دولة نامية لتحقيق أحداث ألفية التنموية للأمم المتحدة من خلال تقاسم الخبرات والنقل معارف تقنية المتخصصة وتقليل أو يعفى الديون لأقل دول أقل النموة في أقود الماضية في إطار تعاون بين جنوب الجنوب شكرا جزيلا على هذه التوضيحات الأستاذ شيلين الخبير الخاص بقناة سي سي تي في العربية